لعمل بشكل متواصل لساعات طويلة يومياً في المهنة أو في البيت أو الاثنين مع بعض هذا الجهد المبذول بلا توقف ممكن أن يوصلنا إلى مرحلة متقدمة من الإرهاق والتعب وفقدان الدافع للاستمرار هذه الحالة هي ما يطلق عليه الاحتراق النفسي وهي حالة عاطفية وجسدية تنشأ بسبب الضغط النفسي المتكرر والحاد وممكن أن يتأثر سلباً على نواحي مختلفة من حياتنا مثل الإنتاجية في العمل وجودة النوم والاستقرار النفسي غالباً ما يكون الحديث عن الاحتراق النفسي في إطار المهنة ولكن هذا الإرهاق أيضاً وارد في العلاقات وفي تربية الأبناء لسبب مهم جداً وهو أن هذا الإرهاق والتعب ممكن يكون ناتج عن الإحساس بضعف السيطرة على الأمور لما ما يكون في مؤشرات واضحة على التقدم في العمل أو في العلاقات أو لما نكون مضطرين للتصرف بطريقة ما تشبه شخصياتنا ونظرتنا للأمور إذن كيف من الممكن تجنب حدوث الاحتراق النفسي؟ طبعاً بعض الظروف هي أصعب من غيرها على التغيير وبعض المهن هي مهن ضاغطة بطبيعة الحال مثل العمل في الطب أو القانون أو حتى عمل ربات المنازل ولكن دائماً في بعض الخطوات اللي ممكن القيام فيها للتخفيف من الإرهاق النفسي والجسدي أولى هذه الخطوات هي محاولة التركيز على هدف معين مهم بالنسبة لنا في الأشياء اللي نقوم فيها مثل إحداث تغيير بسيط في حياة إنسان آخر أو تغيير العالم بمقدار بسيط كل يوم ولو بمبادرة بسيطة مثل هذه الأشياء تخلينا نشعر بالدافعية والرغبة في الاستمرار في اللي نقوم فيه أيضاً نحتاج نرجع خطوة للوراء ونفكر في أولوياتنا إيش هي أهدافنا الأساسية في الحياة؟ وهل الأشياء اللي نقوم فيها في الوقت الحاضر تنسجم مع هذه الأهداف أو لا؟ خلينا نعتبرها فرصة جديدة لإعادة تقييم حياتنا والتركيز على الأشياء اللي تهمنا وتسعدنا أكثر من غيرها وأخيراً الاحتراق النفسي يذكرنا دائماً في أن جانب مهم من جوانب حياتنا يعاني من وجود عارض بعض المهام اللي ما يسعها لا وقتنا أو حتى طاقتنا ونتذكر أن كلمة لا هي المفتاح لكلمة نعم لمسؤوليات والتزامات أخرى نرغب فيها أكثر من بقية المسؤوليات دمتم بخير